الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختاري وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانه وقبله حين أبيه حانه وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جاي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مت من غير كذب ثم أبو طالب عم كفر خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمر بحير مشتهر وسار نحو شام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين ذكرا لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهم خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام أربعين أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة قرأ أول المنزل ثم الوضوء وصلة علمه جبريل وهي ركعتان محكما ثم مضت عشرون يوما كاملة فهرمت الجن نجوم ها إله ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عاد ثم عادوا لملام ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حي كمور وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأساد وبعد تسع من سني رسالته مات أبو الطالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما ثم على سودة أنضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شواله وبعد خمسين وعام تالي أسر به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كمنا نحكيها أكمل في الهول صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قبائي ومسجد المدينة الغرائي ثم بنى من حوله مساكنة ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهار إلى بواطن ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجاب من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعباني والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر شهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدر وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وارس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقين قاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرا والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصه وزينبا ثم غزى إلى أحد في شهر شوال وحمراء أسد فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النظير في ربيع أولا وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعدد ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيممي قبل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المسطلق ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنوا لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذوق رد وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضان أول وبنا فيها بريحانة هذا بينا وفريض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابع وحضر لحم الحمر الأهلية في هوا متعة النسى الوديا ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وثم فيشات بها هدية ثم صفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في بقعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل موقفي ثم تبوك قد غزى في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعا وحج بالناس أبو بكر وثمتلى براءة علي وحتم أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عارن بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترا هذا ومن نساه آل شهرا ثم النجاش ينعى وصلى عليه من طيبتنا للفضلا ومات إبراهيم في العام الأخر والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة وداعقاننا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة التمريض خمس شهري وقيل بل فلف وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد